شوف ليش قافل على الكرابلة أنا مو قافل على الكرابلة ككرابلة يعني أنا قافل على قضية الفساد أنا لن أتساهل في موضوع الفساد من تقصد؟ أيين كان كلهم يعني مو بس مجموعة الكرابلة يعني نحن للأسف نعم على عشيرة محترمة جدا محترمة الآن هذه المجموعة من الكراب الأذى اللي سببوا ليه أذى كبير جدا وراح أبيح لك بسر يمكن مبايح للآخرين فضل اجتمعوا هم وحزب سياسي آخر وقالوا لمن الأولوية في إنهاء سياسيا في هذه المرحلة فصار الإجماع على صالح المطلق يجب أن ننهي سياسيا في أن نستجوى في داخل البرلمان في قضية النازحين تدري قضية النازحين قضية هم بشر مظلوم وخلق ورأي جمعي في ذلك الوقت مهسد كلامك ده تعمم تقصد منه جمال؟ أنا قلت لك بتحبنا على اسمه حتى لا تكونت مواضحة دكتور صالح لا تروح لي على اسمه أحزاب؟ والمواطن الإسماء يعرف قلت لك حزب سياسي والمجموعة التي تتكلم عنه رادوا يقعوك وحاولوا بكل إمكانياتهم بس الحمد لله الحق كان انتصر في هذا الموضوع وثبت أن كل دعائتهم باطلة والآن حتى اللي كانوا متورطين في هذا الموضوع تكلمت معاهم أنه إذا تريدون سامحون فسكم مو أنا سامحكم أمام رب العالمين اخرجوا وتكلموا الحقيقة الآن طيب لماذا تصديتم لصالح المطلق في تلك المرحلة الآن